الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من جاءنا بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والأقوال والأحوال ما ترك من شيء يقربنا إلى ربنا وإلى الجنة إلا وقد دلنا عليه وما ترك من شيء يبعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد اليوم نتكلم عن قرة العين وعن فلذات الأكباد وعن هذه النعمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى ومتع بها كثيرا من خلقه ولكن لم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة اليوم نتكلم عن نعمة الأبناء هذه النعمة التي تستوجب من ربنا تبارك وتعالى الشكر وبداية وإن كنا نتكلم عن الأبناء حتى لا يغضب من لم يعطه الله تبارك وتعالى الولد نقول الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم يهب لمن يشاء إناثا فالولد والبنت الأبناء هب من عند الله تبارك وتعالى وانظر كيف جاء ربنا تبارك وتعالى متدرجا في نعمه وفي عطائه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء إناثا وذكورا ويجعل من يشاء عقيما انظر إلى ربك تبارك وتعالى كيف جعل الأبناء هب من عنده تبارك وتعالى وتدرك شيئا فشيئا فبدأ الله تبارك وتعالى بالبنات ثم ارتفع درجة فجعل الذكور ثم ارتفع درجة لأنه إذا كانت الأنسى تمنى الرجل أن يكون ولد فإن كان الولد هبة من عند الله فتمنى أن يكون ذكورا وإناثا فجاء الذكور والإناث ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالمرتبة الرابعة وهي أعلى المراتب ويجعل من يشاء عقيما فالعقيم هو أعلى درجة عند ربك تبارك وتعالى وإن حرم الولد في الدنيا فصبر على قدر الله تبارك وتعالى فهو في أعلى المنازل في الآخرة هذا بداية ولكن من رزقه الله تبارك وتعالى الولد هذه نعمة والنعمة تستوجب الشكر فكيف نشكر ربنا تبارك وتعالى على نعمة الأبناء حتى لا يعقبنا الله تبارك وتعالى وتكون علينا نقمة لأن النعمة النعمة إذا لم تشكر ربك تبارك وتعالى عليها تحولت النعمة إلى نقمة قد يكون ولدك عليك نقمة كيف ذلك؟ أقول بداية تخيل معي يوم القيامة وقد تجاوزنا الجسر المضروب على ظهر جهنم وأنت الآن واقف أمام الجنان وعن يمينك أبناؤك وعن يسارك زوجتك والملائكة من أمامك يقولون لك سلام عليكم طبط فادخلوها خالدين الملائكة تناديك أن تدخل الجمنة أنت أبناؤك عن اليمين وزوجتك عن اليسار كرة العين بين يديك وملائكة الرحمن تناديك أن سلام عليك ادخل جمنة ربك فيدخل الأب ويدخل أبناؤه وزوجته ولكن الجنة مئة درجة الجنة مئة درجة قد يكون الأب في أعلى الدرجات قد تكون الزوجة في أواصف الجنة قد يكون الأبناء البنت وقد يتعثر من يتعثر من يتعثر فلا يدخل الجنة ولكن إن دخلوا الجنة انظر إلى هذه النعمة وقد دخلوا جنة الله تبارك وتعالى وتفرقوا في الجنان على حسب الأعمال فهذا في أعلى الجنة وهذا في أوسطها وهذا في أقل درجة من درجات الجنة وعندئذ يقول ربنا تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فيجمع الله رب العالمين بفضل الآباء يلحق الأبناء بالآباء ويكون الجميع في مكان واحد في أعالي الجنان نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضقنا الفردوس الأعلى من الجنة نخرج فاصل ونعود إليكم مرة ثانية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول له ولده يا أبت متى الراحة يا أبت أحمد بن حمد رضوان الله عليه قضوة لولده فيسأله ولده يا أبت لأنه رأى منه الجد والجهد والمجهود في عبادته إلى ربه يا أبت متى الراحة فيقول يا ولدي عند أول قدم نضعها في الجنة كأن الدنيا لا راحة فيها وإنما الدنيا خلقنا فيها من أجل أن نكتهد من أجل أن الجد لا من أجل الهزل ما خلقنا في الدنيا من أجل العبس وإنما خلقنا من أجل الجد أن نكتهد في الطاعة لله تبارك وتعالى انظر كيف يربي الإمام رحمة الله عليه ولده على أن الراحة تكون في الجنان متى الراحة قال عند أول قدم نضعها في الجنة رحمة الله عليهم أجمعين إن أبناءك بين يديك أمانة استأمنك الله تبارك وتعالى عليها ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول ما من راعي استرعاه الله رعية فضيع لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة ما من راعي أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راعي ومسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها هي راعية ومسؤولة عن رعيتها كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فالأب راعي والأم راعية وما من راعي استرعاه الله رعية فلم يؤدها خان الأمانة التي ائتمن الله تبارك وتعالى عليها ائتمنه الله عليها لم يرح رائحة الجنة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما نراه اليوم في شوارع المسلمين من أطفال ومن شباب من صور تشمئز منها النفوس لأطفال صغار ولشباب كبار تشمئز منها النفوس هذه الصور المشوه وطلق الخلق التي شوهت في خلقتها وغيرت وبدلت الخلق التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها خلقهم ربهم في أحسن تقويم ثم غيروا وبدلوا في خلقة الله تبارك وتعالى تلك المسخ وهذه الخلق المشوهة خرجت من بيوت آبائنا وخرجت من بيوت أمهاتنا هذا الأب عاق لأبنائه هذه الأم عاقة لأبنائها الأب يظل دائماً وأبداً حريصاً على ولده إذا لم يأتي بمجموع يؤهله لكليات الطب كان أشد الناس حزناً عليه إذا لم يكسب المال الفلاني كان من أشد الناس حزناً عليه هو يحزن على ولده لأنه يريد لولده أن يؤمن مستقبله يا ولدي زاكر من أجل أن تحصل على الكلية الفلانية فتؤمن مستقبلك يا ولدي أنا أأتي إليك بالمدرس الفلاني من أنجب المدرسي من أجل أن تأتي بمجموع كذا من أجل أن تحصل على كذا ولكن ما رعاه أبوه يوماً في صلاته وما حزن عليه أبوه يوماً حين تخلف عن صلاته وما رعاه في مدخله وفي مخرجه وهو يعلمه الأدب الأدب المحمدي الأخلاق الإسلامية هو يرعاه في مأكله ويرعاه في ملبسه ويرعاه في مشربه يرعيه في دراسته وأما عند دينه يتخاذل مع أن المستقبل الحقيقي لك ولأبنائك المستقبل الحقيقي الذي لا تعلمه لولدك فريق في الجنة وفريق في السعير هذا لم ربي عليه أبنائنا فريق في الجنة وفريق في السعير لذلك تجد الصراخ وتجد العويل من الآباء ومن الأمهات اليوم لما؟ لأن الأبناء قاطعين لرحمهم لأن الأبناء لأن الأبناء عاقين للآباء لأن الأبناء عاقين للأمهات لأن الأبناء لا يتقون الله ولا يردون الجميل لآبائهم ولا لأمهاتهم والسبب الحقيقي والسبب الحقيقي أن الأب وأن الأم لم يؤدي ما استوجبه الله تبارك وتعالى عليهم تجاه أبنائهم ولم يراعوا الأمانة التي اتمنهم الله تبارك وتعالى عليها فكانوا مقصرين تجاه أبنائهم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نؤدب أبناءنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دلنا وحضنا وأرشادنا وأخبارنا أن الإنسان إذا أدب أبنائه وخاصة الإناث من ابتلي بثلاث من الإناث فأدبهم وأحسن أدبهم وأحسن تربيتهم كنا له سترا من النار يوم القيام قالوا واثنان يا رسول الله قالوا واثنان قالوا واحدة يا رسول الله يعني إذا لم يكن ولم أرزق إلا ببنت واحدة فأدبتها وأحسنت أدبها وربيتها فأحسنت تربيتها كانت لي سترا وحجابا وحاجزا من النار يوم القيامة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالأبناء نعمة والأبناء زينة الحياة الدنيا كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه الحسن والحسين يتعثران في مشيتهما الصغار لسه بيتعلم المشي فدخل على رسول الله يتعثران في مشيتهما مش عارفين يمشوا لسه الصغار والنبي على المنبر خطيبا فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من فوق على المنبر وأخذهما واحتضنهما صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله لم أصبر لما رأيتهما يتعثران في مشيتهما فنزل صلى الله عليه وسلم رحمة نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وأخذ بالحسن والحسين وضمهما إليه وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال وأمن الأبناء فتنة ثم بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الفتنة مع هؤلاء الأبناء حتى ينبتوا نباتا حسنا وحتى ينشؤوا وحتى يتربوا تربية إسلامية لأمن أبناء أنا اليوم بين رذيلتين إلا من رحم بين إفراط وبين تفريط أقوام ذهبوا خلف الشبهات وأقوام ذهبوا خلف الشهوات أقوام أخذتهم الشبهات وأقوام أخذتهم الشهوات بين رذيلتين ولم نأخذ بالوسطية التي أتنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحنيف بالدين الحق لو نظرت اليوم إلى الأبناء إلى شباب المسلمين من الذي يجعل الشباب ينضمون إلى داعش وما الذي يجعلهم يفجرون أنفسهم أخذتهم الشبهات لأنهم لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة هذا ليس دين وهذا لا يرتضيه محمد النبي الأميم صلى الله عليه وسلم هذا جانب والجانب الثاني أخذتهم الشهوات تلقفتهم الأيد الآثمة في الليالي الحمرات في كؤوس الخمرات في الكؤوس الخمر في الحبة أصحاب الحبة وأصحاب المخدرات يتناولون المسكرات التي لا يرضى عنها رب الأرض والسماوات فهذا لا يرتضيه دين وهذا لا يرتضيه دين الشبهات الشبهات التي جعلت الأبناء ينخلطون في الجماعات وينحرفون عن الصراط المستقيم لا يرتضيه دين والشهوات التي جعلت الأبناء ينغمثون في الملذات التي لا ترضي رب الأرض والسماوات وصاروا خلف المخدرات وصاروا خلف المسكرات وسهر الليالي الحمرات هذا لا يرتضيه دين وما أتان به محمد الأمين صلى الله عليه وسلم لأننا لم نربي أبناءنا التربية الإسلامية التي أتانا بها محمد الخير البرية صلى الله عليه وسلم كيف نربي أبناءنا حتى ينشأ منش على الصراط المستقيم الذي يرتضيه دين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وحتى يكون أبناءك في ميزان حسناتك وحتى لا تكون أنت أنت عاقا لأبنائك لا تظن أن العقوق مقتصر على الأبناء فقد يعق الأباء الأبناء قبل أن يعق الأبناء الأباء إنما هو كأس إن سقيته لأبنائك سقوه لك هذا الكأس إن سقيته لأبنائك إذا لم تربهم إذا لم تربهم التربية التي أتى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على دين الفطرة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة انظر إلى جمال هذا الحديث يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام على الدين الحق صفحة بيضاء ليس فيها شيء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود هلد على الإسلام صفحة بيضاء ويأتي الأب فينقش في هذه الصفحة يرسم في هذه الصفحة ما يحلو له ويخرج أبناؤه كما فكما نقش الآباء يأتي الأبناء بالزرع الذي زرعه الآباء لذلك لما قال القائل مشى الطاووس يوما باختيالا فقلده في مشيته بنيه فقال على ما تختلون قالوا بدأت به ونحن مكملي وينشأ فخالف سيرك المعوج وعدل فإنك إن عدلت معدلوه وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه فكل مولود يولد على الفطرة ويخرج بهذه الصفحة البيضاء أبواه يكتبان ويرسمان في تلك الصفحة البيضاء وكل رسم وكل زرع تزرعه في هذه الأرض في تلك الصفحة البيضاء يأتي كما صنعته أنت مهلاً معناً ابتصال هاتفي الاتصال هاتفي هلو؟ السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الله ازيك الشيخ؟ الله يبارك في حضرتك ربنا يديك العافية الله يبارك في حضرتك اتفضلي والله والله كتير كتير الحلقة كتير مونتعة والله بس ايه أنا بشوف أولاد والله عبرهم حالة 14 سنة 14 سنة عم بيقارفلوه عم بيشربوا السجاير عم بيه كماني حتى بيشابوا ممكن حشيش ومخضرات أوهيك يعني كمان فياليت اتركز على اللوتة دي من 14 لعشرين أو أكتر حتى شوية لأن المرحلة دي من المراهق عم بيقوله في ده تمام حاضر شكرا شكرا أستاذة أجاو الحاضر متى هو ده يعني حدثنا الأستاذة السائلة عما تراه في الشوارع المسلمين اليوم هذه الصورة الدخيلة على الإسلام في هذا العصر لأن العصر الذي نحيا فيه والوسط الذي نروح فيه ونجيه أصبح اليوم أصبح اليوم عصر تقدم وعصر حضارة وأصبح في هذا العصر انفلات أخلاقي وهذا الانفلات يأتي من داخل البيت الأب ربما لا يراعي أبناءه في بيته الأب لا يراقب ولا يراعي أبناءه في بيته الولد يخلو بجواله ويغلق عليه بابا فترسل إليه يرسل إليه سورة أو يرسل إليه مقطع إباحي وينظر ويشاهد هذا فساد في داخل البيت إذا ما خرج إلى الشارع إذا ما خرج من الشارع وجد وسمع بأذنيه الخنى وسمع بأذنيه سب دين الله تبارك وتعالى ورأى بعينيه الشباب اليوم تليس شباب ماسك السنجة ويسير في الشوارع هذا دين هؤلاء أبناء يرى بعين هذا في شوارع المسلمين إذا ذهب إلى يعد على قفيه يعد على أهوة يجد كل هذه الصورة ما يجد في بعض الأفلام الهابطة يجد بطل المسلسل أو بطل الفيلم شاب قوي فتي يأتي بالسنجة ويصنع ويصنع وهو يريد بعد أن يقلده فيما رأاه فيأتي بالمشاهد التي لا يرتضيها الله ولا يرتضيها دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا يؤثر على أبناء المسلمين إذا أصبح الدور كبير كبير جدا على عاطق الأباء والأمهات طيب نأخذ اتصال الهاتف لأستاذ صعد لأستاذ وعد السلام عليكم سيف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك في حضرتك والله انتهادتنا كتير والله ربنا ربنا بارك في حضرتك 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 دلوقتي أنا سبت مقتدرة والدتي يعني سبت على قد حالها كمان أنا دلوقتي أما بجيب لها علاج ولا حاجة هو ده ينفع أو ما يصحش أو يعني هل حرام علي هي محتاجة وأنا بجيها عشان هي محتاجة أجيب لها علاجة أجيب لها حاجة يعني حرام عليك أي لو أنت جبت أوه يعني حرام علي بس أنا حقيقة مقتدرة يعني آه لا ما أنا أقولوا له ألا حضرتك على حاجة أنت مقتدرة صح آه متزوجة أم لا متزوجة أه متزوجة المال مالك أم لا مال زوجك لأ مالك مالك كان برضو مالك أه لا لا إنتقومة الحددي المال 건데 الذي يسأذي عنه بتعطيه لي أولدك مالك أم لا مال لزوجك لأ مال لمany مالك بحرام عليك فهذهíreي حرام عليك إذا لم أعططي Auto والدتك إذا كانت محتاجة أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأمك أنت وكل ما تملكينه لأمك ملك لأمك يبقى سؤالك تقولي حلال أو حرام لما كوني بتسأليني عمل زوجك أنت بتدي لأمك من وراء جوزك من مال زوجك في الحالة دي تسأليني إذا حلال أو حرام لكن مالك أنت تعطيه لأمك من غير حساب أنت وما تملكين ملك لأمك سؤال سمينة سمحت دلوقتي أنا كل يوم بقوم بالاستغفار يعني من بعد العصر يعني بصلى على سيدنا محمد ألف مرة وباستغفر كده يعني مكة بالأرضي كده على طول بالاستغفار والحاجات دي على طول وذكر الله هل لازم يبقى فيش خشوع وانا بقول الحاجات ديت ولا أنا بعملها وخلاص بتعمل يا خلاص حاضر أجاوبك أجاوبك أستاذ وعت حاضر عندك سؤال تاني شكرا حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة بقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل عقل يعني إيه ما خشع يعني المرء لما بيصلي يأخذ من صلاته على قدر خشوع لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقول إبا إن الرجل فيقبل منها عشرها تسعها سبعها ثمنها خمسها إلى آخره صلى الله عليه وسلم فالإنسان على قدر خشوعه يأخذ في صلاته الذكر الأصل في الذكر الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الأصل في الذكر إن قلبك يطمئن بالذكر طيب إذا كنت أنت تجهدي نفسك تجهدي نفسك فلا شيء عليك ولكن بتذكري الله بقلب الله لا كده من الصح فإنت لو المطلوب من حضرتك إبن أنت تجهدي نفسك حتى يطمئن قلبك بذكر الله طبارك وتعالى ودائما الإنسان إذا عود لسانه على الذكر قلبه يطمئن أمر لا بد منه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فدائما وأبدا الذكر مدعاه لطمأنينة القلب ولخشوع القلب إذا لم تجدي في بداية الذكر خشوع للقلب حاولي أن أنت تجهدي نفسك لحد ما تجدي خشوع قلبك إن شاء الله تبارك وتعالى طيب معاناة الصلاة في أم ملك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا معي طفل عند ثلاث سنين تمام بس باسم الله ما شاء الله ربنا يحمي يا رب عايز يصلي وعايز يحفظ القرآن وساعدني أن أشوف أعمل معي أي ونعمل أو أدي كتاب أو أدي دار أو أدي أي حاجة باسم الله ما شاء الله هو اسمه محمد ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ربنا يبارك فيه ويأخذ عنه أعين الناظرين وقلوب الحاسدين بس في حاجة أنا الوقت إما باجأ صلي مش عارف أصلي أنا دائما يكون حاجة أسودة ومستغفر ربنا وعطور ذكر لله بقي بس إيه في حاجة رطاني أنا مش عارف في إيه مع إلا أن أنا عمري بكي من الليل وبصوم وثنين وخميس وملتظمة جدا تمام بس ابني أنا عايز أقرب ابني من ربنا لأن أنا مش أعداله عشان حاجة تنفعني فانصحني بالنعلك أعمل إيه وحكاية إيه متصلة لي أبقى متوضيه وسمع الأذان والفجر وكله ومش قادر أقوم أصلي ففي من أسبوع كده بقوم بفتح بابي بلاي ميا مجبوبة كده جوز بشمها كإني دم أنا ببص فيها ألاقي سيها مش عاسد عكس وحف بي الله ونعم الوكيل بتلاقي إيه لا لا وليلي بتلاقي إيه بتقومي من النوم تلاقي بلاقي ميا على باب الشقة على باب الشقة أيوة ميا فيها زي ما يكون جوز يشمها كإني دم وأنا مش شما لحت الدم ده وأنا ببص فيها لأنه متغير زي المواضي يعني باحترام إليك مية غسيل تمام بس أنا إذا وجدت الماء ده مرة ثانية هاتي ميا بملح ورشي على المية ديت وامسحيها وإن شاء الله تبارك وتعالى لن يصيبك منها أذى لو لقتيها هاتي ميا بملح وحطيها على المية ديت وامسحيها وإن شاء الله تبارك وتعالى لن يصيبك منها أذى بالنسبة لسؤال بسؤالك عن ابن حضرتك اللي عنده ثلاث سنوات وهو يريد أن يصلي يريد أن يتعلم القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم أبناءنا علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم علي وهم أبناء عشر دائما الولد أو الطفل الصغير بيقلد الوالد بيقلد الولدة يعني لما بيشوف الطفل هو صغير أقل من سبع سنوات بيشوف والده بيشوف والدته بيصلي بيقف جنبه ويصلي ويحاول يقرأ زي ما هو بيقرأ فهذا شيء طيب هذا أمر طيب لكن أنت في هذه المرحلة لسه غير مكلفة أو غير مطالبة أنك أنت تعلميه الصلاة ولكن خذي بيدي يعني هو عاوذي بيصلي علميه الصلاة لا شيء فيها بالنسبة للقرآن الكريم مدام يقدر أنه بينطق الكلام خلاص نعلمه القرآن إيه المشكلة حتى ولو كان عنده ثلاث سنوات مدام يستطيع القراءة مدام يستطيع أنه يتعلم بدون مشقة بدون من يحرمه طفولته في السمن ده اللي هو موجود فيه خلاص ما فيش أي مشكلة مدام الولد يتقبل وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون في ميزان حسنات أما بالنسبة تكاسلك أنت يعني الصلاة فالمسألة دي بتحتاج صبر بتحتاج صبر لذلك إحنا لما إحنا بنتكلم اليوم عن تربية الأبناء منتكلم اليوم عن تربية الأبناء تشوف الكلام خديه لحضرتك وخديه وكل أب وكل أم يخده لنفسه ويخده لابنه يخده لبنته في تربية أبناء ربنا تبارك وتعالى بيقول إباة وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أُأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ إِصْطَبِرْ إِنْتِي أَصْبُرْي وَجَاهْدِ نَفْسِكَ حَتَّى تُصَلِّ وَحَتَّى لَا تَجِدِي قَلْبَكِ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ يبقى إنتِ تحاملي قومي اقرأي كثيراً عن فضل الصلاة اعرفي قيمة الصلاة قومي وأنت منشرح الصدر قبل ما تنامي نامي على وضوء وأولي أذكار ما قبل النوم ومنها آية الكرسي حتى لا يقربك شيطان إذا ما تذكرت من النوم فقرأي آية الكرسي أو سمي الله حتى تنفق عنك عقدك كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قومي إلى الصلاة عندها تقومي طيبة النفس ونشيطة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة للآباء وبالنسبة للأمهات اتجاه الأبناء لماذا لا نعلم أبناءنا الصلاة انظر إلى ربك تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر أصبر على أبنائك أصبر أيها الأب على زوجتك أيها الزوج على زوجتك أصبر أيها الأب على أبنائك أصبري أيها الزوجة على زوجك أصبري أيها الزوجة على أبنائك عندما تأمرون بالصلاة لابد أن نتحلى بالصبر ونحن ندعو الأبناء إلى الصلاة شوف ربك تبارك تعالى لا نسألك رزقك أنت أيها الأب ماذا تفعل؟ تكدح ليل نهار تريد أن تؤمن مستقبل أبنائك والمستقبل بيد الله تريد أم تأتي بالرزق والرزق بيد الله لذلك ربنا قال لك لا نسألك رزقك أنت شاغل نفسك بالمضمون لا نسألك رزقك نحن نرزقك والعاقبة للطقوة تستعلان وتعبان عشان أبنائك ربك تبارك تعالى نحن نرزقهم وإياكم وفي آية تانية نحن نرزقكم وإياهم فالرزق مضمون بيد الله أنت لست مسؤول عن الرزق مضمون بيد الله لا تسأل عنه ولكن تسأل عن تقصيرك وأنت مقصر تجاه أبنائك لا تربيهم تربية إسلامية ولدك تعلم الإنجليزية ولدك تعلم العبرية ولدك تعلم الفرنسية وما علمته آية واحدة من كتاب الله وتريد بعد ذلك أن يكون ولدك باراً بك ولدك تأخذ بيده إلى المكان الفلاني من أجل أن يعمل وما صحبت ولدك يوماً إلى المسجد من أجل أن تعلمه كيف يصلي علمته كل شيء وما علمته الصلاة ما أخذت بيد ولدك يوماً من أجل أن يزور عامة من أجل أن يصل أعمامه أخواله يصل رحمه ثم بعد ذلك تقول ولدي عاق لي أنت الذي بدأ وأنت الذي صنعت بولدك وعققت ولدك قبل أن يعقك وأنت الذي قطعت رحمك قبل أن يقطع ولدك رحمه وأولهم أنت فنحن ما نصنع نصنع ما نصنع بأبنائنا نحن نقصر في أبنائنا لذلك كان في القديم يأتون بمؤدب للأبناء يعلمهم الأخلاق يربيهم على الدين يعلمهم مكارم الأخلاق يعلمهم الدين الحسد يعلمهم الصلاة يعلمهم الفضائل يعلمهم ترك الرزائل عندما تجد اليوم الشباب كل بالله عليه من أي بيت رجل خرج هذا الشاب صنع برأسه وفعل مثلما كان يفعل بالأعزكم الله الحمار قديما هذه صورة مقززة ماذا فعل بشعره ما هذا ما هذا الثياب المقطع الذي يلبسه ما هذه الحزازة التي في يده لما يتشبه بالنساء ألا يقتنع أنه رجل ما هذا من أين أتت إلينا هذه الأخلاق أين الأب أين الأم ألست أنت ألست أنت أيها الأب مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله يوم القيام ويوم القيام أبنائك هؤلاء إما يقودونك إلى الجنان يقودونك إلى الجنان وإما يسوقونك إلى النيران يأتي غلدك يوم القيامة يمسك بيدك ويقول لك لما لم تعلمني الصلاة تأتي ابنتك تقول لك لما لم تربيني على الحياء لما لم تعلمني أمن الحجاب أمر أمرني الله به لما لم تربيني على الفضائل أن تربيتها على كل شيء إلا الدين نحن نربي أبناءنا على كل شيء إلا الدين لأمن الدين هو آخر اهتماماتنا اليوم نسأل الله السلامة ناخد الصلاة فيه أستاذ حسن أيها السلام عليكم وعليكم السلام وحمد الله وبركاته أقول لك يا شيخ أنا بص أنا بأخذ فلص من والد كل شهر يعني حاجة معاياة كده نظام معاش وكده تمام بسأني ساعات ما بجأ مثلا أعمل حاجة على صدق على روحها وكده بتيجي ببالي لله أنت بتاخد معاش والدك ولا والدتك لأ والدك والدك لا يوجد معاش للوالدة تمام أه فساعات مثلا بجأ أقول أعمل حاجة ليه هو مثلا بتيجي معايا أنا بأعملها حاجة لله تمام ها هل دوت بردك يعني مدرح ولا ولا لازم أسميها باسم والدي أنت ونيتك حبيبنا النية يعني نمى الأعماله بالنيات ليس شرط أن أنت تقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات أنت لو قلت أن نويت أصلي الظهر أربع ركعات وانت واقف في وقت العص وفي نيتك أن تصلي العص تحسب لك عصر لظهر مع أنك إم تقول تنويت أصلي الظهر أربع ركعات يبقى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى أنا هذا المال نويت أن أنا أتصدق بي على والدي ليس شر أن أقول هذا المال على روح والدي نويت أن أنا أبني مسجد للوالد للوالدة مش لازم أكتب اسم والدي اسم والدتي على المسجد علشان يصل الصواب إلى الوالد أو إلى الوالدة لا أنا النية هنا ماذا كنت أفعل أنا نيتي وأنا بتصدق بتصدق لمين أنا بتصدق لوالدك إذن الصدقة للوالدة أنا بتصدق للوالد إذن الصدقة للوالد أنا بتصدق لأخي إذن الصدقة للأخي في الحالة دي أنت ونيتك وتؤجر على النية فهذا بواحد بيتصدق عن والده الصدقة للوالد هي لوالدك وهذا من كرم الله تبارك وتعالى علينا ومن عطاء الله تبارك وتعالى لنا أنا عندما أتصدق عن الوالدة أو عن الوالد الوالد يأخذ الأجر كاملا وأنا أأخذ أجر مثل الأجر الذي أخذه أبي ثم أأخذ أجر آخر إضافي إن أنا بار بالأب أو بار بالأم إذن أنا أأخذ أجرين أجر الصدقة كامل يأخذه أبي يأخذه أمي وأنا أأخذ مثل ما أخذ أجرا كاملا ثم زيادة إن أنا كنت بار بالأب أو بار بالأم ثم بعد ذلك أنا بكل حسناتي بكل صلاتي بكل زكاتي بكل فعل خير أنا فعلته هو في ميزان حسنات أبي في ميزان حسنات أم ليه؟ لإمن الولد من سعي أبي الولد من سعي أبي وهذا دافع قوي جداً لو لم يكن إلا هذا لكفى أن نربي أبنأنا تربية إسلامية أن ننشأ نشأ على الأخلاق الفاضلة أن نربي أبنأنا تربية فاضلة أنا أموت ولدي يصلي صلاته في ميزان حسنات أنا أموت ولدي يزكي زكاته في ميزان حسنات ولدي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في ميزان حسنات إذا ولدي كله في ميزان حسنات وقد يكون في ميزان سيئات إذا قصرت لو قصرت في تربية الولد لو قصرت في تربية ابني فولدي في هذه الحالة أنا أسأل عنه وقد خنت الأمانة ولا أرح رائحة الجملة كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن أنا أديت ما علي عندك نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسكى التسليم سيدنا نوح ظل يدعو ابنه طول فترة الدعوة تسعمني وخمسين سنة سيدنا نوح بيدعو ابنه إلى دين الله إلى الإسلام لأمن الدين عند الله الإسلام فنوح كان يدعوه إلى الإسلام يدعو ابنه تسعمني وخمسين سنة ولم يستجب له حتى جاءه الغرق وأدركه الغرق وجاءت الأمواك ونوح عليه السلام في السفينة يقول له يا بني اركم معنا حتى في هذه اللحظة ما تخلى عنه بقال تسعمية وخمسين سنة بيدعو ابنه إلى الإيمان وابنه يرفض حتى لما أتى الهلاق يقول له يا بني اركم معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال له يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أبى إلى الكف فحال بينهما الموج فكان من المغرقين سيدنا نوح عليه السلام لن يحاسب على كفر ابنه لن يحاسب على كفر امرأته سيدنا لوط عليه السلام لن يحاسب على كفر امرأته وقد كفرت وهي في النار تدخل النار لن يحاسب عليه لأنه بذل قصار جهده معها ولم تستجب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه في النار ولم يحاسب عليه لأنه دعاه إلى دين الله تبارك وتعالى ولكن أنت إن قصر إن قصر تجاه أبنائك إن قصرت في دعوتهم إن قصرت في تربيتهم على الأخلاق الفاضلة فأنت مسؤول عنهم يوم القيامة بل لا يرح رائحة الجمنة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل إنسان يربي أبنائه على كل شيء جميل إلا الأخلاق الحسنة انظر أمير المؤمنين هارون الرشيد أتى بمؤدب لأبنائه هارون الرشيد كان ملكه ملك لا تغيب عنه الشمس هارون الرشيد ممن ملكه الدنيا كان ملكه ملك لا تغيب عنه الشمس ما قال أنا أمير المؤمنين أنا الملك أنا أترك أبناء يفعلون ما يشعون وإنما أتى بالأصمعي يؤدب أبناء ثم ماذا فعل هم أبناء أمير المؤمنين قد يتمرض على الأصمعي والأصمعي لا يصنع معهم شيء فجعل جسوس يراقبهم ماذا يصنع الأصمعي معهم وماذا يفعلون هم مع المؤدب الذي يؤدبهم فكان يتلصص عليه فماذا وجد هارون الرشيد الذي يتلصص يراقبهم ماذا وجد وجد أن أبناء أمير المؤمنين هارون الرشيد وكان حازما وجد أن أبناء هارون الرشيد لما أراد الأصمعي أن يقوم يتسابق الإمام والمأموم أبناء هارون الرشيد واحد اسمه الإمام والتاني المأموم يتسابقون كل منهم يريد أن يحمل وأن يلبس للأصمعي نعلة الأبناء من الأدب الذي يتعلمون يريد كل منهم أن يلبس الأصمعي نعلة ثم تراضوا فيما بينهم أن يلبس كل واحد منهم نعل فرد يعني للأصمعي الذي أدبهم وعلمهم محاسن الأخلاق لذلك أتى بعد ذلك هارون الرشيد وسأل الأصمعي من أعزم ناس يا أصمعي قال له أعزكم الله أمير المؤمنين فهارون الرشيد قال له لا يا أصمعي أعزم ناس من تسابق ولي عهد أمير المؤمنين على أن يلبساه نعلة يعني أنت أعزم لما علمت أبنائي الأدم فنسأل الله تبارك وتعالى وللحديث بقية نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا وأن يرزقنا محاسن الأخلاق وأن يؤدب أبنائنا على طاعة ربنا وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته